استولي الصلاة واعتدلوا الله أكبر الحم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المهبوب عليهم ولا الضالين آمين لا يهب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تغفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هو الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم هجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غنيضا فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباعا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل يوم القيامة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين آدوا عرمنا عليهم طيبات وحلة لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقرنه عنه وأكلهم أموال الناس من باطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا هريما لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعفوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وصليمان وآتينا داود ذبرا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نكصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومضرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله أزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصلتوا عن سبيل الله قل ظلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يصيوا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى الله إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولده له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله تقولوا الله تقولوا سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغبوب عليهم ولو طاقمين آمين لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المكربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فيوفيهم مجورا ويفيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أريما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برآن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدقلوا في رحمة منه وفروا ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك أقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها ما فلها النص وهو يرطوى إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مطوحا طلهم فيين يبين الله لكم أن تظنوا والله بكل شيء عليم يستفتونك أقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يرطها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مطلحا طلهم فيين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلتنكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حوم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الأذي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاسقادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإفن والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولعم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما طبح على النصم وأن تستوسموا بالأسلام ذلكم فيسقوا اليوم ييسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة وير متجانف لإثمكم فإن الله غفور وإيم يسألونك ماذا أحل لهم كل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن بما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سرير حساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم هن أدور هن محصنين غير مسافئين ولا متخذي أخدان ومن يغفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاصرين سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغبوب عليهم ولا الضالين آمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَوْسِلُوا هُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقُمْ وَامْسَعُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُنَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْطَنْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِقُمْ أَوْ لَامَجْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَلِلُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا ثَمْسَئُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واضطروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قمتم سمعنا وأطعنا وجكم الله إن الله عليم بذات الصدوم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالئات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلئك أصحاب جحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همقهم أن يبشقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فنيتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله إيثاق بني صلائلا بعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بمصلي وعذرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفردن أنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتنا الأدنار فمن كفر بعد ذلك منكم فقرضا لسوا السبيل فبما نقذئهم ميثاقهم لعناهم وجعلناهم قلوبهم قاسيا يحرفون الكلمة أم مواضعي ونصوا حظا مما ذكروا به ولا تغالوا تطلم على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعفوا عنهم والصح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنصوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبهضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون سمع الله لمن حميدا 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إدن صراط المشتقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المهبوب عليهم ولا الضالين آمين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا رب مما كنتم تكفون من الكتاب ويعفوها كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم كن فمن يملك من الله شيئا إن أراد أيومك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه كل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله منك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فثرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبيا وجعلكم ملوكا فآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ها إن فيها قوما جبالين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منا فإن يخرجوا منا فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون ألعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى ها إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففوق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين الله سمع الله لمن حميدا الله لكم الله لكم الله 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 أسلام عليكم ورحمة الله أسلام عليكم ورحمة الله